دشان صاحب السمو الملكي لامر محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزر الدفاع مسأمس ميناء الملك عبد الله وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أتمنى وزر النقل المهندس نبيل العامودي في كلمته خلال الحفل زيارة سمو ولي العهد ورعايته الكريمة للابتتاح الرسمي لميناء الملك عبد الله كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص بعد ذلك ألقى كل من رئيس مجلس دارة شركة تطوير الموانئ الشركة المالكة والمطورة لميناء الملك عبد الله صالح بن لادن وجانويل ويجي بونتير مؤسسي ورئيس مجلس دارة المس سي كلمتيهما بهذه المناسبة عقب ذلك عرض فيلم قصير عن الميناء ثم جرت مراسم الإعلان عن الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بني جوي وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع بيترو رابغ لاعتماد الأول كمنصة اللوجستية الرئيسية لصادرات بيترو رابغ البترو كيميائوية كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة محطة الحاويات الوطنية وتم كذلك منح إشعار البدء بعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية بعد ذلك دشنا سموه للعهد ميناء الملك عبد الله ترجمة نانسي قنقر